جولة تفاوضية جديدة بين المجلس العسكري وقوى أعلان الحرية والتغيير تمتد لاثنتين وسبعين ساعة بعد أن وافقت قوى أعلان الحرية والتغيير على دعوة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأخذ مفاوضات مباشرة جولة المحادثات تأتي واصطح حالة من الترقب في الساحة السياسية السودانية حول مستقبل تلك المفاوضات والتي من شأنها أن تنهي حالة الخلاف الواقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي حول عدد من النقاط الخلافية والتي تشمل مهام الفترة الانتقالية ومدتها فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة من جانبه كرر تجمع المهنيين السودانيين مطالبه السعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها أربع سنوات بقوام برلماني يقلص صلاحية رأس الدولة مشيرا إلى تمسكه بهياكل السلطة التي تنص على مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية وبعيدا عن غرف المفاوضات قرر مئات المحتجين إغلاق شارع النيل بالعاصمة الخرطوم في خطوة وصفوها بأنها تجهيز للعصيان المدني الشامل حيث رفضوا فتح الشارع الذي يعد واحدا من أهم وأكبر شوارع العاصمة ويؤدي إلى القصر الجمهورية